تبدو المؤسسة حيا كريمة جهودا مكتفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديم يد الدعم والمساعدة لأهالي القطاع من أجل تخفيف وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني حيا كريمة وصلت أيضا عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها مؤسسة الرباط التركية حيث تم توفير 29 شاحنة من الدقيق للمساهمة في تشغيل أفران الخبز وتوفير الغذاء في ظل النقص الحاد للمواد الغذائية داخل القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتوقف مؤسسة حيا كريمة عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة ومشاركتها مع مؤسسات المجتمع المدني حيا كريمة وصلت أيضا عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال هذه القافلة التي دخلت عبر بوابة معبر رفح بالتعاون مع مؤسسة الرباط التركية القافلة تتضمن 29 شاحنة محملة ب658 طن من الدقيق للمساهمة في تشغيل أفران الخبز وتوفير الغذاء في ظل النقص الحاد للمواد الغذائية داخل قطاع غزة وتأتي هذه القافلة في إطار دعم مؤسسة حيا كريمة للجهود الإغاثية الدولية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين